اشتركوا في القناة اتعرف تيجي لحظات يقولك والله الكلمة على طرف الثاني مش قادر اطلعها والله انسيت الاسم فلان انسيت المكان هذا انا كنت فيه قبل هيك تعالوا مع بعض نشوف الانزيم اللي بدنا نحكي عنه اليوم اسمه insulin degrading enzyme هذا الانزيم له دور كبير في صحة الدماغ وللأسف احنا اللي بندمره بادينا شو بعمل هذا الانزيم insulin degrading enzyme insulin degrading المحطم المكسر الانزيم اللي بيحطم او بيكسر الانسولين طب شو علاقته هذا له علاقة بالسكر صحيح الله سبحانه وتعالى لما خلق هرمون الانسولين خلق فيه نوع من التوازن هذا الانزيم بيعمل على ايقافه بل على تحطيمه وتدميره اذا زاد طب وقتش بزيد انا بزود الانسولين بايدي حتى لو كنت مش مريض سكر يعني البعض ممكن يقول لك هذا له علاقة بالسكر لا اي انسان بيتحكم في السكر اللي داخل لجسمه بكون هذه اول خطوات يعني المحافظة على صحة الدماغ طيب هذا الانزيم له دور مهم جدا في الدماغ شو دوره ثبت علميا انه معظم المرضى اللي عانوا من ضعف الذاكرة حتى مرضى الزهايمر والخرف الناس اللي مع سن خمسة وخمسين ستين سبعين سنة وبصير عندهم الخرف وضعف الذاكرة والزهايمر وجد انه من خلال تشريح الدماغ بعد ما بيموتوا بيلاقوا عندهم بروتين موجود على الدماغ هذا البروتين بروتين ضار طبعا اسمه بيتا اميلويد وبروتين تاني اسمه تاو وهدول التنين بينتجوا كنواتج طبيعية كفضلات لعمليات الاستقلاب والأيض والبناء اللي بتحدث فيه داخل الدماغ وعليها دي البروتينات ضارة لازم اذا زادت عن حدها مشكلة كبيرة مين اللي بيعمل على تنظيفها مين اللي بيعمل على طردها مين اللي بيعمل على عدم تراكمها على الخلية العصبية اللي للأسف لو تراكمت معنات الخلية العصبية أصبحت غير قادرة على إرسال الإشارات العصبية إلى الخلايا المجاورة وبالتالي هذا الإنزيم صحيح أنه العلاقة بالسكر وأنا بشغله للأسف بإيدي أنه يظله مشغول في موضوع يظل ينزل للإنسولين عشان أنا باكل نشويات كتير وباكل سكريات كتير وباكله انسى موضوع الدماغ سيبك من الدماغ خلي البروتينات الضارة تتراكم في الدماغ لأنه هو الإنزيم القادر فقط على إزالة هذه البروتينات الضارة عن الخلايا العصبية معروف الخلايا العصبية تتواصل فيما بينها عن طريق النواقل العصبية اللي بتترجم على شكل إشارات كهربائية لو أنا البروتين تراكم على ظهر الخلية واتراكم عليها منهان أو على السينابسيز اللي هي المحاور بتبعت الخلية ما عدش فيه اتصال وبالتالي أنا قطعت هذا الاتصال وتسببت فيه دمار وموت هذه الخلية بإيدي أنا اللي برتكب هذا الجرم طبعا كيف برتكبه؟ بتناولي لمين؟ للسكريات اللي أشغلت فيها الإنزيم اللي بحطم الإنسولين الإنزيم اللي علي عشان السكريات اللي بتناولها في الأصل إنه أنا أشغل وقتيش أشغله في شغله الأساسي شغله اللي بيشيل البروتينات الضارة عن الخلايا متى يعمل هذا الإنزيم؟ الإنزيم هذا لا يعمل إلا في الليل لا يعمل إلا في الليل شو يعني؟ يعني يا ريت يا ريت ما تتعشى بالليل وما تاكل الخبز الأبيض في الليل وما تاكل الحلويات في الليل وما تاكل الكيك والطرد والعصائر اللي بتكون مشبعة بالسكريات والمشروبات الغازية للأسف لا تحلو المشروبات الغازية للبعض إلا في الصهرة كما يعتقد الكثيرين لكن حقيقة إنت قاعد بتدمر في دماغك وإنت لا تدري أفضل وقود للدماغ هو الكيتونز الكيتونز اللي بتيجي من الدهون لكن مش أي دهون فاكرين حكينا عن الأوميغا تري الأسينشال فاتي أسيدز الأحماض الدهنية الأساسية حكينا عن كتير حاجات ممكن تحسن الذاكرة وتحسن عمل خلايا الدماغ لكن أنا بشغلتين ممكن طبيعيتين ولا أجمل ما سمعت عندما تحدث حقيقة استشاري التغذية العلاجية الدكتور مازن السقة في بعض فيديوهاته على قناته على اليوتيوب في هذا الموضوع ويعني ذكر وصفات رائعة جدا من ضمنها على سبيل المثال تناول البنجر على شكل عصير البنجر تناول البيض تحديدا بياض البيض يعني الدكتور كان متميز جدا في هذا الموضوع وكيفية المحافظة على صحة الدماغ قد يسأل سائل ويقول يا دكتور طب إحنا يعني مش قدرين نتناول الشغلات هذه ممكن ناخد مكملات لا شك أن المكملات الغذائية لها دور كبير على رأس همين الأوميغا أو الفيتامينات الدهنية زي الفيتامين إي وفيتامين دي كلها ثبت علميا لها علاقة مباشرة بالمناعة ليس فقط بالدماغ علاقة بالدماغ وبتحسين عمل خلايا الدماغ وبالذاكرة وبالتعرف وباستدعاء المعلومة كثير من الطلاب اليوم بيجي بيذاكر للامتحان في الليل وقبل بيوم عند الامتحان بيصعب عليه استدعاء المعلومة أو تذكرها نصيحة دائما بنقولها احرصوا على فيتامين دال احرصوا على فيتامين إي احرصوا على الأحماض الأمينية الأوميغا 3 كثير من الأعشاب اللي ممكن تساعد حكينا قبل هيك عن الجينكوبايلوبا العشبة الرائعة جدا اللي بتحسن عمل خلايا الدماغ لا أجمل من أنك تحافظ على دماغك من خلال البعد عن تلك العادات الخاطئة السكريات والسهر السهر الناس اللي بتسهر الأنزيم لا يعمل إلا في الليل والأنزيم اللي بيساعد في إزالة هذه البروتينات الضارة اللي بتحطم وبتموت خلايا الدماغ شرب الماء كثير مننا بينسى شرب الماء حتى مناعة الجسم عند الناس اللي ما بيشربوا سواء اللي بتقل لازم تشرب الماء حتى تتحسن مناعتك الصحة الدماغ لها علاقة وطيدة جدا بالذاكرة والمناعة الدماغ هو اللي بيشغل كل خلية في جسمك مش بس أجهزة الجسم القلب والأوعية الدموية والرئتين والكليتين لا 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 هو بيشغل كل خلية في جسمك وعليه أنصح بتغيير نمط عيشك قليلا نمط الحياة الغير صحي اللي انت بتتبعه نام بدري وابعد عن السكريات واشرب سوائل حتلاقي أمورك كتير بتتحسن وصحة دماغك بتلاقيها أفضل أو حتى في أفضل أحوالها يعني منذ بديش أقول سنين منذ أشهر يعني حتلاقي في تغيير كبير طرأ على دماغك وعلى ذاكرتك وحتقول فعلا الحاجات هذه اللي أنا غيرتها هي يعني يا ريت كنت من زمان بعرف فيها أتمنى لكم السلامة جميعا لا تنسوا أي تعليق أي يعني سؤال أنا جاهز للرد عليه من خلال تعليقاتكم أسفل الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة